الخبر الأول اللي عدنا عن قناة اسمها السنتفيكا قناة صراحة جدا حلوة شخصي قدم بها محتوى جميل تمثيل وشوية تحديات محتوى جدا خرافية حطوكم رابطها بالوصف روحوا اشتركوا عنده الخبر الثاني اللي عدنا عن المفاجآت اللي محضريها اليوتيوبر فأول اليوتيوبر واللي هو أسو والمفاجأة لمحضرتها فأسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي أعلنت بي عن المفاجأة مالتها اللي هتنزل قريبا وعلى حسب كلامها ان المفاجأة رح تكون نار رح اضطوكم الستوري شوفو وبنسبة اليوتيوبر الثاني فهو بيسان وأنس الشايب واطلقهم الأول المفاجآت اللي محضريني إياها فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري طالع قدامكم اللي تقول بي أكون مفاجأة نار لح تنزل بعد 11 ساعة وشانو تتوقعون المفاجأة يا ترى خلينا ننتظر ونشوف الخبر الثالث اللي عدنا عن زواج محمد جواني ومريم فجواني نزل على حسابها بالإنستغرام هذه الصورة نوعا ما سببت الشكوك وبنسبة الوقت كاتب في شيء حلوع من نار رح يضم كثير ناس ولا متأكد رح تحبوه شانو تتوقع ويكون استنوا المقطع يوم السبت وأحبكم طبعا بالبداية هواي من الأشخاص نوقعوا أن الموضوع مقلب مو أكثر يعني ولكن جواني نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقسم بي أنه الموضوع مو مقلب رح أطولكم الستوري عنه متفتهمون أكثر حبايب إلى كل الناس اللي عم بعلق على آخر صورة أنه مقلب أقسم بربي معه مقلب تمام؟ والله العظيم تعفونا لا أكزب عليكم بحتيوك للصراحة هوبا طبعا هواي من الكومنتات اللي جتي على الصورة كلهم يقولون أنه جواني رح يتزوج أو رح يتقدم لها أو رح يترفوا بحبها يعني واحدة من هذه الأشياء ولكني ما أعتقد هذا الشي لا ليش دا أقول هذا الشي فاللي ذكر بهذا المقطع اللي هو كان مقلب الزواج بوقتها مريم قالت بنهاية المقطع الأبو جواني أنه هي مرتبطة يعني عادها حبيب شوف الصورة لا يا مريم أنا ما تحييت أنت تنسى تنسى على مرتبطة إيمانا والله ما راحت عم بالي أد مخصو ولكن طبعا أكيد مجهزيننا الشي خرافي كنا خلينا ننتظر على القناة جواني يوم السابق تروح اشتركوا عنده الخبر الرابع والأخير وأخيرا عودة قناة حلا بعد ما تم تحكيرها وتغيير اسمها ومسح الفيديوهات رجعت بالكامل وبنفس الوقت قناة ساري جاد أيضا رجعت لأن هي أيضا كان تم تحكيرها فالف مبروك العودة وإن شاء الله مقاطع خرافية وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى المقطع جاوبكم لا تنسوا تحطوه لها كنت تشتركوا بالقناة جاني يوم فايزي مقاطع مملكة الخصص وبس مع السلامة